السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف أتحدث عن البروسيجر أو ما يسمى بالفاكشن أو الدوار باللغة العربية البروسيجر نستخدمها لاختصار الكود وللتغرير كلفة الصيانة عسي مثال لدينا كود يتحقق من جنس الرجل هل هو ذكى جنس الإنسان هل هو ذكى أم امرأة فإيش يقول لك فهذا التحقق تحتاجه في أكثر من صفحة فليس من الصحيح أن تكتب الكود في أكثر من صفحة تخيل أن تحتاج أن تعمل صيانة لهذا الكود تحتاج أن تعدل في أكثر من صفحة إذن أنت تكلف مالا إضافيا فلو كتبت في بروسيجر ومتى ما احتاجت استدعيته ومتى مرت أن تحدث على ذلك البروسيجر فلن تكلف أي مال إضافي إذن لنبدأ ونوضح بعض أنواع البروسيجرات البسيطة لنبدأ بالتحقق أنه هل هو الشخص المدخل هل هو مؤهل للدراسة في الجامعة أم لا إذن سوف يدخل عمرة إذن دعني أخذ الـ input ويدخل الشخص عمرة ويقول له هل هو مؤهل أم لا أذهب إلى البلوكس في البداية المفروض أن لدي أزور بوتن هذا البوتن هو يضغط عليه ويستدعي فاكشن إذا كنا بد أن يكون فاكشن أو بروسيجر هذا البروسيجر هذا البروسيجر تعيد لي قيمة تعيد لي result توجد نوع عن البروسيجر ببروسيجر تعيد result وبروسيجر لا تعيد أي شيء إذن هذه التعيد result يجب أن تستقبل ماذا تستقبل؟ تستقبل العمر دعني أضع فيها العمر انظروا هنا تستقبل إذن أعطيها الـ age إذن هذه فاكشن تستقبل العمر وهذه تتحقق إذا كان أكبر من 18 سنة تقول لك مؤهل بخلافة تقول لك غير مؤهل إذا كان الـ age أكبر من 18 سنة إذا كان الـ age أكبر من 18 سنة فهو مؤهل أو أكبر أو يساوي إنا إذا كان هذا الـ age أكبر أو يساوي إنا 18 إذن دعني أذهب من هنا من الماث وأخذ هذا فإذا كان أكبر أو يساوي إنا 18 فهو مؤهل إذن يعيد رسالة أوكي أوكي he is a grad student ثم بخلافة he is a high school student إذا كان عمر أكبر من 18 هو grad بخلافة هو طالب اعتيادي هذا الفرزار تعدي result أوكي إذا أعرض result في الـ label في الـ label فهذا الـ label فهذا الـ label أستدعي أنا الـ function كيف أستدعيها هنا أضاف لميثود جديدة كل ما أضيف الـ procedure يضيف لك بنفس اسمها هنا دالة تخصها إذن هذه الميثود تستقبل الـ age هذه الميثود هذه الـ procedure تستقبل الـ age اللي هذه هي إذن يجب أن أرسل لها العمر يعني العمر أخذه من هنا get text أضب من هنا وأخذ يعني إيش لديه procedure أدزل العمر هذا الـ procedure يستقبل العمر ويبدأ يتحقق إذا كان أكبر من 18 يعيد لي هو grad بخلافة يعيد لي high school لما يعيد لي راح أنأخذ النتيجة وأحطها في الـ label أوكي أمرا ومرا النتائج كتب على سبيل المثال عمره 15 أقول لك he is high school student 19 he is a grad student شي جميل هذه بالنسبة للـ procedure اللي تعيد لي الـ result وجده procedure أخرى ممكن أن تكونه procedure ما تعيد لنا result يعني على سبيل المثال هذا النوع من الـ procedure هذا procedure استدعيه ينفذ لي عمل معين لكن لا يعيد لي الـ result إذا دعني استقبل الـ h ويفعل أي شيء لكن لا يعيد لي الـ result نفذ الـ nfa تستطيع أن نفذ أنا نفس الكود هنا دعني أكتبك نفس الكود هذه f لكن هذه الـ f ليست تشبه تلك هاي f else بهذه الشكل بهذه الشكل أسحبه يعني f else إذا لدي f statement else أوكي أنسخ هذا الكود وضعه هنا إذا كان أكبر من 18 سنة هنا أحتاج هذه الـ label أن أستنسخها أضع لها data ودعني أوضح لك الفرق بين اثنان أوكي أيضا هذه لكن هذه أضع فيه he is high school وبخلافة he is high school أو هذه أسحبها إذا أوكي يعني موفد مسألة لكن الفرق بين اثنان أنه هذه الميثود لما تستدعيها ما تعيد لك أي قيمة في حين هذه الميثود تعيد لك قيمة لكن شوف انظر هاي تستدعي procedure procedure 1 و procedure 2 صبح لدينا 2 procedure ذاكي يجب أن أتأكد أنا إيش أستدعي و كيف أستدعي أوكي أكي الآن أنا لدي 2 procedure procedure 1 و procedure 2 أوكي يدعي طبعا هذا نستدعي ده كيف أستدعي disephly ده طبعا هذا هذي تعطينا gith يعني اسم الميثود لوجة هنا استدعيت ترى أنا دداية 2 هذي استدعية فقط تعرض لي يعني فقط أرسلها العمر هي تعرض لي فأرسل العمر من هذا الـ label من الـ input فما هو العمر الذي أرسل لها نفرض العمر المدخل فأيش هو العمر المدخل في التكس فأبحث على التكس مهما كان العمر المدخل هو يستقبله ويعاجع للـ result مثال 14 يعاجع يقول he is high school 19 يقول he is grad لكن المعالج والعرض في عنده النوع الثاني اللي هاي كوناها قبل قلي وشرحناها اللي هاي اللي تعيد لي result تعيد ذلك لابد من وجود شيء أعرض فيه لابد من وجود الـ label اللي هي أعرض فيها نتيجة المعادة انظر هذا فرق بين اثنان ليس كبيرا الآن عندما يستدعي سوف يستدعي هاي الميثود اللي تعيد لي نتيجة الاثنان يعملان نفس الشيء لكن فقط رأت أنا وضح لك انظر أيضا راح يعيد لك grad وإيضا لو حطي 16 راح يعيد لك high school إذن هذا كل ما في هذا الدرس شكرا للحسن المتابعة don't forget like subscribe share كل الذي يطلب عندك أن تعمل share القناة شكرا لك